ندعو المتسابقة زهو زهونة جورجادزي من جورجيا وتقرأ برواية حفص عن عاصم السؤال الرابع يقرأ من قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح ياب لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم على فترة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كثيرا يبين لكم على فترة من الرسول أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين حسبك السؤال الخامس والأخير يقرأ من بداية سورة الحق سورة الحق سورة الحق 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 ما الحق وما أدراك ما الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق وما أدراك ما الحق كذبت سمود كذبت سمود وعاد بالقارعة فأما سمود فأهلكوا بالضاعية كذبت سمود وعاد بالقارعة وما أدراك كذبت سمود كذبت سمود كذبت كذبت من حسوما سخرها لهم سبع سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعسوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما ضغ الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل فوقكم يومئب ويحمل فوقكم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية حسبك حسنتي بارك الله فيك شكرا